دور الأهلي كجمهور في الفترة الجاية والسلامي مع الجهاز الجديد طبعاً هو دور أساسي قبل الفاصل كنا نقول أنه كلمة السر في مسيرة الأهلي اللي جاية لأنها مسيرة جديدة مسيرة جديدة طبعاً يعني فيه بطلات هربت من فرقة مطلوب أنها ترجع وفيه أداء مطلوب أنه يكون أحسن ملاحظات صوارج النهاردة في المطابر كالصريحة جداً وأنا بحيي عليها لما بقول أن مستوى بعد اللعبين بنخفض أسنان مباراة تركيزهم بقل دي خلينا نتطمن أن الجاي أفضل فبالتالي يعني الجمهور لازم كله دور إيجابي كمان في مسادس الراجل ومسادس اللعيبة لأنه طبعاً زي ما قال زي مننا أسام السويسي اللعيبة بقال ثلاث سنوات مش مسريح محتاجة تتقط أنفسها بس طبعاً يعني الباور اللي يطلع عندها من الجمهور هيساعدها في اكتياز البرحلة الجاية دي مرحلة حسم البطلات لأنها رابط كتير يعني نتكلم في شهر شهرين هيكون عندك بطولة والتانية والتالتة فدي ده في رصيد اللعبين من ناحية وفرحة للجماهية صحيح فبالتالي أنا شايف أن الجمهور لازم يكون فضاء باكينج للعيبة وجهاز الفن الجديد ويصبر عليهم شوية مش كتير صحيح طيب محمود الحياة يمكن واضح جداً من كلام ريكارد سواريش أنه لما التقى مع الكابتن خطيب الكابتن خطيب قال له الاستراتيجية بتاعتنا والهدف الواضح بتاعنا البطولات طبعاً وما أقدرش أعفي أبداً الإعلام من المسؤولية في التأثير سواء الإعلام اللي بيساند النادي لالي أو الإعلام الآخر اللي تقديرك اللي مشاكله ايه إعلام المضاد المضاد طبعاً في مخطط بدأ من وقت ما أعلن النادي لأهل التعاقد مع ريكاردو بدأت حملة لتشويه الرجل بأمانة حملة بعيدة عن الأخلاق أخلاقنا ومرؤيتنا وكلام بتشويه واختلاء الكون توهمي وضرب هدفه واضح وصريح عاوز أقول أنه الهدف ده يعني فيه جملة من التدليس والخصة بغرابة شديدة جداً أنا شايفها يعني مش لاقي سبب مش لاقي سبب إيه ليه ليه الكلام ده يا جماعة إعلام زرع الأشواك وحفر حفرة عشان يعني هو جاي يعني أنا عاوز أشوف يعني كفاية بقى كفاية اللي التاخد هنفكر في اللي جاي كما برضو جملة 42 دي عاملة مشكلة برضو 42 دوري وعشر دوري أبطال أفريقا فان هدور لك على أي مشاكل على أي مشاكل لازم جمهور الأهلي أيوه وخاصة الناس على المنصات تاخد بالها وكيد الناس خدت بالها ورسالة رامد بدري واضحة وهدفها إفشال مهمة الرجل قبل أن يبدأ بأننا بدرب استقراره وبنشر عنه معلومات وحاجات في منتهى الخطورة وغاية الخطورة وأننا بحط الكلام مش موجود وده كلام برضو بعوده بكر ده برضو جديد علينا في مجتمعنا في الفترة في السنوات الأخيرة ظهر بصورة بأمانة لم نألفه من قبل لنم نتعود عليه وبقول مش ده أول المعارك للأهل وجمهوره وستستمر المعارك والمعارك موجودة معارك عندما وجد البعض نفسه غير منتصر داخل الملعب فأراد أن يحقق انتصارا في الداخل عما نعبر وسائل التباصي الاجتماعي والبحث عن بطولات زائفة لكن هذه البطولات الحقيقة التي تسجيلها التاريخ وتسجيلها كل العالم هو الفوز داخل في السنوات بشرف وعرق وجود انتصار عاوز أقول يا جماعة خلي بالكم ريكاردو محتاج حماية معنوية محتاج جمهور الأهل يكون مستقز في المرحلة الفترة اللي دي حتى لو ما فيش الجمهور أنا بروح بالعدد الكاب في المدرجات بسبب الظروف اللي احنا شايفينها لكن وجودكم على المنصات ووجود الناس اللي موجودة في الملعب لازم تدافع عن الفريق عن جهاز الفني بما يحافظ على الأهل ومبادئه وتاريخه وشغله وإدارة النادي المشي في نفس السلك هو الالتزام والعمل على تصليح أخطائي أنا لا أنشغل بأخطاء الآخرين أو غفوات الآخرين أو مشاكلهم من نجاح الأهلي على مدار تريكم هو منشغل بأخطاء ومنشغل بعيوبه بيصلح اللي هو شايفه ويدور على اللحظة منه عشان يشوف هو وصل لفين هو ده اللي انت وصلك لللي انت فيه واللي انت عاوز تروح في حتة تانية لا تنشغل بالآخرين شجع فرقتك دع ادعم فريقك ادعم جهزك الفني الجديد اعمل وواصل عملك كجمهور وانه التوفيق وعدم التوفيق ده بتعرف بيننا انت بتعمل اللي عليك أتمنى ان تكون الرسالة واضحة من أول يوم الراجل بمجرد ما تم الإعلان ما في السواني ظهرت حاجات يعني بأمانة مؤسفة وأتمنى انه نستخد بالها منها في الفترة اللي جاي ده كلام مهم جدا هنروح لقاعة المؤتمر الثاني والزميلة هنا أبو القاسم معاها الزميل علي سمير الناقد الرياضي بالوطن نروح مرحبا حدرتك من جديد